اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ملفات الطاقة ومواجهة ظاهرتين التغير المناخي والهجرة وذلك في اطار التنصيق الوثيق المستمر بين البلدان الاربعة نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انباء تدولتها بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية بشأن عدم جدوى المشروع القومي لتأهيل الترع واشددت وزارة الموارد المائية والري على ان المشروع يعد احد اهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية ويتم تنفيذه طبقا لدراسة اعدها اكبر مكتب استشاري في الشرق الاوسط استغرق اعدادها ثلاث سنوات كما يتم التنفيذ تحت اشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية والجامعات الاقليمية قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشروعات ان الحكومة المصرية اتخذت عدة اجراءات لدفع التحول للاغدر من خلال خطة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية بحلول عام 2050 وذكرت المشروعات خلال مشاركتها في الجلسة الرئيسة بمنتدى بلومبرغ للاقتصاديات الجديدة تحت عنوان ما بعد كاب 26 ان مصر لديها خطة للطاقة المستدامة تستهدف زيادة الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء الى 42% بحلول عام 2035 و60% بحلول عام 2040 مشددة على اهمية الدعم الفني الموجه للحكومات لتمكينها من التعامل من خلال ادوات التمويل المبتكرة اعلن البرنامج الرئيسي لتأهيل الشباب للقيادة عبر صفحته على مواقع التواصل فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتدربين في البرنامج الرئيسي لتأهيل الشباب للقيادة وتستمر الدراسة لمدة ثمانية اشهر ويهدف البرنامج الى انشاء قاعدة شبابية من الكفاءات لتولي المسئولية الادارية والمجتمعية بالدولة واطلقت دفع الاولى من البرنامج في 2016 بالتزامن مع عام الشباب بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمدت الامم المتحدة مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة مما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتلة على مواردهم الطبيعية واكد القرار الذي اعتمدته لجنة الامم المتحدة ان ما تقوم به اسرائيل من تشديد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية اكد الرئيس اللبناني مشيل عون انه لا تمديد لمجلس النواب ولا نية لتوقيع مرسوم يدعو الهيئة الناخبة الى الاقتراع في الانتخابات النيابية في 27 من مارس المقبل مشيرا الى انه لن يوافق الا على مرسوم لاجراء الانتخابات في احد موعدين وهما الثامن او الخامس عشر من مايو المقبل واضافعون ان اجراء الانتخابات في 27 من مارس يحرم الاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع بالاضافة الى الظروف المناخية غير الملائمة يواجه الاهل فريق المقاولون العرب في الثامنة مساء على استادي السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم ويسعى الاهل لمواصلة انتصاراته عقب فوزه على الزمالك في الجولة الماضية ليرفع رصيده الى تسع نقاط بينما تعادل المقاولون في نفس الجولة امام نظيره طلائع الجيش ليمتلك في رصيده اربع نقاط